ايه اللي بيحصل ده؟ مش هفق حق انفس ايه ده انا مش فادي بيتا بجسم كله فور علي مرة واحدة وبالكبال يا حق واللهي انت يا بيت بدل ما تعبلي وشكل ده اطفق بيتا يا متخلفة واللهي حق كل يوم الحقه دي تتشمس واللهي تتشمس زي يا بيت ده انا مش طاق نفسي طيب واللهي ما انا عقيد لك في القوضة لين ايه؟ يا ربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس عشان ينصلكم كل جديد ايه زيكم يا اجمل فانس وهشتوني جدا فيديو اليوم هيكون ملخص بالحلقة الرابعة والخمسة من مسلسل الزوجة الرابعة وده حتى السنين مع حق جوجة وكمان بودرة العفريت بجده تتحكوا جدا من قلبكو شوفوا معينا اهم الملاحظات والتوقعات فيه ويترى يكون مين الزوجة الرابعة اي احلى ولا مين هتتفجئوا تابعونا على قناة دي وهنلخص معاكم كل افلام العيلة وهنقولكو كمان اهم الملاحظات وكمان الافاشات المضحكة مع عحلة عيلة في الدنيا هي عيلة الجمل فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل يلا بينا نبدأ وحكاية بودرة العفريت وبيبي حيار ويتار البيت والحلقة الرابعة دي حكاة الثانين في البداية كنا عارفين ان هيحصل مشاكل ما بين الدراير عشان حق جوجة كمان يضربهم وده اللي حصل فعلا بدأت فيها جوجل عشان طبعا تاخد حقها من اللي عملوا فيها وخلوا الحج يضربها وتسيب البيت بسببهم لو تاخدوا بقالكم يا جماعة كل يوم جوجل تقول ان الحج مش فتأحلمها ولا كمان العيشة دي عيشتها لكن هي رضيت بالجوازة دي هي امها بسبب ان الظروفهم كانت صعبة جدا وفي بداية اليوم الثاني جوجل ما كانتش طيقة خالص مرتات الحج وفكرت في خطة تنفرزها فيهم وتخلي كمان الحج يقلب عليهم طررت عرفت ان الجدول النهاردة يوم سلمة وقالت ان تعمل فيها المقلب وهو مقلب بودرة العفريت ودخلت فعلا ورشت لهم البودرة على السرير وفي الدولاب وبعد كده شافتها وهي خرجها منحوظة بس في الاول على فكرة يا جماعة البودرة دي بودرة التلج للاطفال كده كلكم عرفتوا ان بيبي حياة هي ريتر البيت ومين عنده طفل زي بيبي حياة كده في بيته بيقول كل صغيرة وكبيرة للكبار قلنا دلوقتي في الكومنتات وعلى فكرة يا جماعة حياة هيكون لها دور كبير جدا في الفيلم وهي اللي هتنقل كل اخبار مرتات الحج دايما والحاجة اللي بجد صدمتنا هو حجوجة لما خلى مرتاته اللي اتنين يبوسوا دماغ جلجل لا حقيقي والله يا حاجوجة انت فعلا طلعت كده مش ظالم خالص ومالي ضربة اللي بتضربوا ليهم كل شوية ده هيكون ايه قلونا دلوقتي انتو كمان ردوكوا ايه على اللي عملوا الحج كايلو جال بحكي كله على مشهد بودرة العفريت وحفينا جماعة كلنا موتنا بحكي لما حاجوجة قاعد يورش هوا وسلمة ويقول لها بدل من تفاضين للمشاكل نظافي قطك ووالله ما نبايت فيها كده يا جماعة الحاجة قلب كمان على سلمة وجلجل كمان كسبت خطتها مين دهك زينا على المشهد ده يقول لنا دلوقتي في الكومنتات فعلا يا جماعة ليه جدا على حاجوجة ومستر احمد الهزار مش الضربة خالص لكن زي ما قلنا لكم كتير القصة دي مختلفة خالص عن القصة اللي فاتت بس يريد حاجوجة يضحكنا اكتر في الحلقات الجاية ودلوقتي يلا بينا على ملخص الحلقة الخامسة واللي فيه لغز كبير مع جلجل اللي مصدرها وش البريئة لحاجوجة وده وراه سر كبير جدا هتعرفه الايام الجاية وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الخطط بدأت ما بين الدراير ومين اللي هيكسب الحاج فيهم يلا يا جماعة اتوقعوا معنا مين هيخلي الحاج يسمع كلامها ويحبها قلونا دلوقتي في الكومنتات هلو نروح بقى للحلقة الخامسة واللي سلمة المفروض تعرف مين اللي عمل فيها كده وحتى بدرة العفريت فقدتها ثلما طبعا في البداية اتهمت نادا حمو وقابت ان عانيها الوحشة هي اللي عملت فيها كده لكن ما تعرفش البريئة جلجل هي اللي عملت فيها كل ده هي وحاجوجة طبعا حاجوجة خرج يهرج في جسمه كله ومرطوته جلجل ونادا عاوزين ياخدوها عندهم في القوضة بأي طريقة وكمان بيتخانقوا عليه ولان الجدول اليوم الثاني لجلجل اين خلاص انا هروح عندها نادا حمو طاق الشرور في عانيها وقالت هتاخد يومين يا حج طيب يا جماعة منين مش بيحبوه ومنين دلوقتي بيتخانقوا عليه كده المهم ان حاجوجة قال لها حقها عشان اتظلمت من يقول يا جماعة ان الحج طلع مش ظالم خالص وهنا جلجل جت لها الفرصة تكيد وتغيز في نادا الحمو وتقول لها مش قلتلك هو وعدني وعود حلوة قوي وازل لهم عشان ضحكوا عليها حرفيني جميعا كان رد فيها للنادا الحمو جامد جدا ضحكنا قوي عليها وقالت لها ابعدي عني وكانت اتقلها تعالوا بقى لسلماء اللي تلعت على نياته خالص ومش شك في نادا جلجل وقالت ان نادا الحمو هي اللي حسدتها وبسط لها في اليوم بتاعها عشان كده هتنتئم منها ودربتها جامد جدا لحد من الحج خرج من القودة وكمان عقبها باسبوع بحاله مش هيدخل قودتها عالفين طبعا يا جماعة من اللي فرحان جدا بخناق سلمة ونادا حمو هي نادا جلجل لانهم في بداية المسلسل كانوا بيتفوا عليها وكمان بيدربوها ضرب جامد جدا مش همما بس ده كمان حاجوجة وزي ما قلناكم ركزوا جدا مع جلجل لان وراها سر كبير مع حاجوجة وكمان العيلة لما فعلا نفذت خطتها ودخلت نادا حمو قودتها ويشربتها ميا وكان فيها المنوم وبعد كده قفلت عليها بالمفتاح وكده بقى يبقى يومها بوض مع حاجوجة تبغلطة كبيرة لانها دخلتها قودتها وحبستها وفي اخر الحلقة حاجوجة وصل البيت وكان بيسأل على نادا حمو وسلمة كانت مسرة انها خرجت وراحت لمامتها لكن جلجل كشفت الموضوع وقالت له انها ما خرجتش وطبعا اتدلعت جدا على حاجوجة وزي ما قلناكم هي بتحاول تخلي حبها بأي طريقة تتحك عليه بكلمتين عشان يدافع عنها قدام مارتوتو سلمة كده يا جماعة شكلها تتضرب علقاتيني تفتكروا ايه الخطة الذكية اللي كانت تعملها سلمة في نادا حمو غير انها هتحطها فقدتها وتقفل عليها بالمفتاح انكم ما تنسوش ان حياة اعترفت لسلمة على كل حاجة وقالت لها ان جلجل هي اللي حطت بودرة العفريت بس يا ترى الحاجة هيصدق سلمة لما تقوله ولا لأ هتعرفوا الحلقة الجاية ملحوظة اخيرة معنا من كل الفانس الفانس كتير اتوقعوا ان الزوج الرابعة لو ما طلعتش ايه احلى هتبقى ام صندس وده برضو احتمال كبير يا جماعة لسه الغيط دلوقتي الحلقات شغالة ومش عارفين ايه احلى هتظهر ولا لأ يا ريت يا ايا ترجع لنا في المسلسل بأي طريقة بجدها نكون فرحانين جدا ومبسطين وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة عن احلى مسلسل وهو الزوج الرابعة لنادا وحمد ودلوقتي تعالوا الروح لسؤال الفانس والسؤال يخص حلقة النهاردة تتوقعوا جلجل هتعمل ايه في حجوجة الايام الجاية اشتركوا في الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانس اللي فازوا في المسابقة هنا وصلنا للنهاية هتنسوا نيش في اللايك والاشتراك وتفايل بالجرس عشان ينصلكم كل جديد اشوفكم الفيديو الجاي احبكم جدا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة